طيب هنروح للكورة الطائرة رجال طبعا احنا متابع مطشطة على قناة النادي الاهلي ورايبين بالفرقة بشكل كبير يمكن السنة دي يمكن اكتر سنة احنا متابعين وشايفين كجمهور النادي الاهلي وحاسين بالفرقة يمكن يعني قناة النادي الاهلي الحقيقة بتحاول جاهدة ان هي تزيه لحضراتكم المباريات كابتن محمد مصال الحميد وعنده صداع اسمه الاصابات الحقيقة زي ما حضركم عارفين الاصابات جاي في مركز واحد جاي في مركز ثلاثة عندنا دولة وعندنا كمان الحسين الحقيقة اللي اتنين عندهم اصابات بس دولة اصابته خفيفة عشر تيام وهيرجع عندنا كمان محمد رمضان وعندنا احمد قطب زادوا عليهم بس يمكن محمد رمضان ليبرو واحمد قطب برضو بعيد عن مركز ثلاثة مركز اتنين فايزا الموضوع متواسع انما الاصابة الكبيرة او الشوك الجامد في مركز ثلاثة ولكن الموجودين بيسدوا وفيه لعيبة كويس شوفنا عيبه المطش الفات عمل مطش رائع شوفنا محسن عمل مطش رائع فيه مجموعة من ناشئين كان ضيوفنا السنة الحلقة اللي فاتت او السوديو اللي فات وقالوا ان فيه مجموعة من عشرين سنة لهم كابتن محمد مصر الحبيد وفكر ياخدهم برضو هيقدروا يسدوا طيب عندنا مين المطش اللي جاي عندنا مطشين عندنا مطش سبورتينج ومطش اسكندرية البترول اللي كان مؤجل نتيجة يوم الثلاثة اللي جايين هتلاقبوا مع بعض وده اتنين وثلاثة ده كان توقعنا الحقيقة في السوديو الابطال ان المطشين في اسكندرية فمش معقول هنروح نلعب ونرجع تلاتة ايام ونلعب تاني فتلعبوا اتنين وثلاثة واربعة وكده يبقى الدورة الاول رايح جاي خلص هنطلع غالبا هنطلع بالمجموعتنا زي قلنا لحضراتكم اهلي سبورتينج معنا هليوبلس هنطلع الناحية التانية هنلاعب تلات فرق جايين من المجموعة الرابعة هيبقى الجيش ومعانا مصر البترول وكمان معانا الترسانة فهيبقى دول مجموعة اللي هنلاعبهم لك مرضو رايح جاي وبعد كده هنخش على الترتيق على المطشات الاكسائية رايح جاي لعبتنا فريتنا الغد دولة لعبت تمام المطشات فازت بهم كلهم الحمد لله نتيجة واحدة تلاتة صفر كل التوفير لكرة طائرة رجال وسيدات